نبدأ من شروق مريم شروق اللي لحقيقة في العين متاحة ثم جزء كبير بخصط للرياضة العنوين بطبيعة العنوين الأبرز والأكبر ساعة هو تطورات خطيرة في حرب البلاغات النجم والإفريقي يفتحان النار على الترجي هذا في علاقة بالبلاغات اللي صدرت البارح من نجم الساحلي في مرحلة أولى ثم النادي الأفريقي اللي رد وزوز على الترجي وموضوع ما زال بشي كبر برشا يبدو أنه خاصة أنه نتخنى في معركة قانونية تخص النفاذ إلى المعلومة وكما تعرف كل حد يفسر بطريقته كل حد يعطي الحق للطرف اللي يحب عليه هو والقانون ننتظر وشكوم بش يحسب المسألة هذه يمكن يحسمها حتى القضاء معناها يمكن نصلوا للمرحلة هذه عنوان آخر في الشروق زادة بسبب قضية النفاذ إلى المعلومة نفس الموضوع لكن في زاوية أخرى نجم نقوله بسبب قضية نفاذ المعلومة في الجلسة العامة للإفريقي الاستماع إلى وديع الجريء في القرجان يدي تم البارح وكانت نجدته الإذاعات الكل وكل وسائل الأعلام البارح العشية صحيح لك بري يعني خطينا شفت تكذيب في بعض الوسائل الأعلام ما هو وش نعطيك حتى بعض الحيثيات فيسع فيسع القضية اللي يبحث فيها البارح رئيس الجامعة تونسية الكرة القدم والديع جريء تخص الجلسة العامة للإفريقي اللي كانت عام 2018 وقتها الجلسة العامة هذه كانت بإشتراف الجامعة تونسية الكرة القدم لأن النادي الإفريقي وقتها مفهم شيئا مديرة بعد عبد السلام اليونسي ووقتها الجامعة هي التي أشرفت على الانتخابات ودخلت وقتها على الخط منظمة أنا يقذ اللي طالبت وقتها بالتقارير المالية للنادي الإفريقي ثم في مرحلة ثانية طالبت الترجي أيضا لكن نزل في رقم مستجابوش لمطلب تاحها وهذه اللي خليها تقدم القضية وفيها رئيس الجامعة بما أنه كما قلت لك الجامعة هي التي أشرفت على انتخابات النادي الإفريقي في 2018 نعاود حد سنة رأى في 2018 مش سنة ولا عاملنا مش قضية جديدة دونك قضية لها خمسة سنين خمسة سنين ملف موضوع خلينا نقول بضبط حتى أنا يقذ البارة حتنجم والناس تسمع فينا أنا يقذ البارة حبت تزايد بلاغ كما حبت تزايد بلاغ كما البلاغات اللي سنسنا فيها في تونس كل البرة لناس تكتب بلاغات في عشرة أستر نحن نكتب بلاغ في مئة نستر في اللي خل ما تخرج بحتى شي واضح وانتي بلاغ كوين نجم وتقرأ وخطرين كمش نقعد نقرأ إن كامل الإيميسيون ما يوفيش رد بيك لا يبلغوا عليك رد بيك دونك إذا حاولت تفسر شوي اللي ناس تسمع فينا باش نفهموا بالقضاء الموضوع نتعادل جريدة الصباح نحكيه شوي كورا نبعده شوي على الأمور القانونية اكتمال نصاب الجولة الثانية للبطول الملعب التونسي بالسرعة الثالثة ينفرد بالصدارة في إشارة للثلاثية المنتخب الوطني اليوم الكاشف عن القائمة الجديدة وحكم سينيجالي لمباراة بوتسوانا مباراة في طار تصفية كأس أفريقيا مباراة الأخيرة حكم سينيجالي اللي هو باش يكون عيسى سي الحكمة ذاية باش يدير مباراة تونس والبوتسوانا اليوم القائمة لحدش نصف تاع الصباح لجليل قادي سيكشف على قائمة المنتخب باش كونوا حاضرين إن شاء الله الناس تتبع فينا باش نعدي والحيثيات تاع الندو الصحفية هذه الكل نكمل اخر حاجة مريم معا فقط عنوان يخصها للترجي بوزريق بن عياد نحكيه على الشرارة وبن عياد الجزاري والأردني من المنتظر أنهم يزوز باش يغادروا الترجي في الأيام القليلة المخبرة شكرا هنا فقط عنوان وثنين ونمشي مباشرة للأخبار المجلة الأسبوعية كوريا انترنسيونال تكتب على العمل عن بعد وتقول تلترافعي marche arrière toute finit le travail 100% à distance aux Etats-Unis au Royaume-Uni les géants de la tech et les grandes entreprises rappellent leurs salariés mais la résistance s'organise جديد le monde ترجع كوريا في اسباني وتقول le football à la traîne des acquis féministes espagnols dans un pays précurseur en matière de législation sur l'égalité entre les hommes et les femmes l'affaire du baiser forcé de Luis Lubiales provoque un séisme au sein de la société en Algérie deux ans de prison pour un chercheur et un journaliste c'est ce qu'on a créé sur la liste qui a été déroulé le monde et on a rété en Arabie un retraité condamné à mort pour des tweets critiques au pouvoir mais le monde diplomatique qui vous demande Mali Burkina Faso Guinée Niger pourquoi tous ces putsch c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait